موسيقى انشقاقات جديدة في صفوف الحوثيين والجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية مع تراجع يداء الدولار الامريكي مخاوف اوروبية واسيوية من نشوب حرب عملات وشيكة خطر كامن في بيوتنا دراسة تحدر من خطر الالعاب البلاستيكية على الاطفال اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم والبداية من الشأن اليمني اتكشفت قوات الجيش اليمني عن انضمام ما يقارب 200 مسلح مولين لميليشيا الحوثي الى صفوف الشرعية في محافظة الجوف شمال البلاد ولفتت الى ان العدد في تزايد مستمر واكد قائد في الجيش اليمني ان التنسيق مازال جاريا مع الكثير من مشايخ واعين وقيادات محافظة الجوف التي تريد الانضمام الى صفوف الشرعية وفي اطار العمليات العسكرية الرامية الى تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وسط اليمن يواصل الجيش الوطني تقدمه نحو محوري صعدة والجوف في حين سجلت القوات الشرعية المدعومة من التحالف العربية تقدما في محيط الحديدة المزيد حول المشهد العسكري في سياق التقرير التالي ما هي الا بضع كيلومترات حتى تقطع الشرعية اليمنية خطوط امداد الانقلابيين في شمال اليمن وتحرر مناطق جديدة في محافظتي الجوف وصعدة اضافة الى استكمال فك الحصار عن محافظة تعز تطورات ميدانية متسارعة تشهدها صعدة معقل الحوثين والتي كان اخرها سيطرة الجيش بمساندة التحالف على جبال رويبكة وجبال اضيق وكذلك على مواقع في جبال رشاح بالمحافظة وذلك ضمن العملية التي اطلقتها الشرعية منذ ايام بهدف تحرير مركز مديرية كتاف البقع من سيطرة الميليشيات اما في محور الجوف فما زال الجيش اليمني يحرر مواقع في سلسل جبال الظهرة بعد استعادته مديرية برط العنان المحاذية لمحافظة صعدة اضافة لتحرير الطريق الدولي بير السلام الذي يربط بين مدينة البقع ومحافظة الجوف وسط توقعات باعلان الجوف محافظة محررة خلال وقت قريب وفي تعز لا تزال العمليات العسكرية مستمرة وحاسمة ضمن خطة عسكرية متكاملة تم اعدادها من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وذلك بحسب الجيش اليمني والذي اكد ان العمليات شملت جميع الجبهات في غرب وشمال وشرق المدينة والذي ادى الى اختراقات كبيرة حققها الجيش في جبهات القتال في منطقة الضباب غرب المدينة وشمال غرب المدينة وفي الجبهتين الشمالية والشرقية باتجاه ضحية الحوبان اما في الحديدة اعلنت جيش اليمني اقترابه من السيطرة على مركز مديرية حيز جنوب الحديدة غرب اليمن وذلك بعد تحريره بدعم من التحالف العربي عدة مناطق جديدة هناك واستكمال الحصار عليها من اتجاه الخوخة وموزع جنوبا معارك مستعرة على جميع الجبهات وخطوط التماس مع الانقلابيين في عزم واضح من قبل التحالف العربي والجيش اليمني لانهاء العمليات العسكرية في وقت قريب والقضاء على الميليشيات المدعومة ايرانيا لما خلفته من دمار وفرقة بين اليمنيين قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية الدكتور انور قرقاش ان موقف الامارات من احداث عدن داعم للتحالف العربي بقيادة السعودية وضف قرقاش في تغريدة له على موقع تويتر انه لا عزاء لمن يسعى الى الفتنة من وراء احداث عدن انسانيا قال السفير السعودي في اليمن محمد الجابر ان السعودية قدمت منحا لليمن بمليارات دولارات بهدف دعم الحكومة الشرعية واوضح الدبلوماسي السعودي ان هناك خطة سعودية لليمن تتجاوز المساعدات الى كافة المنح الاخرى كثيرة هي البرامج والمشاريع الاغاثية التي قدمها مركز الملك سلمان للاغاثة في اليمن خلال السنوات الاربع الماضية بينها مشاريع تعليمية واخرى طبية وكيف كان لمركز الملك سلمان للاغاثة دور في مساعدتها ام احمد نزحت من مدينة تعز مع ابنائها الاربع وما تبقى لها من حرب لا تبقي شيئا ولا تذر وعلى امل العيش في مدينة دون سماع ازيز الرصاص ومعاناة القوع المميت حطت رحالها في مدينة عدن متمسكة ببصيص امل قد يلتفت لمعاناتها لم تمكث طويلا حتى شملها غيث مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الخيرية من خلال المعونات التي يقدمها للمدينة بشكل مستمر من الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الضرورية يعني في المدينة حقنا رهبة بك يعني خوف ضرب تشريت قاتل مقابل الحوت يعني تشريت القاتل ما عادش منقدر نخرج للقهال والحنة للسوق للمدارس يعني خلاص بقينو خايفين ضرب موت الوحدة يخرج بنا انتم عنده يقبولها يا كدو يعني خلاص تقيت رقم لنا شقفاء وما ترقش منه الحاجة انهائيا يقبولك حينو راسه يقبولك رجوله يقبولك اي حاجة منه حينو حينو ما يقبولكش منه اي حاجة يستثبوا الاطفال يشلوهم معاهم يقندوهم يقندوا من حتيكم يكون عادوا عمر تسع سنة عشر سنة يشلوه بلغس بقنده معاهم يقل حارب معاهم ترضي ولا مش ترضي شلوه شلوه لم يقتصر دور مركز الملك سلمان على المساعدات الطبية والغذائية فحسب وانما تعددت وتنوعت لمجالات اخرى من ضمنها الالتفات لاطفال تم تجنيدهم مسبقا من قبل الميليشيا الانقلابية حيث قام المركز بعادة تأهيلهم ببرامج ودورات من شأنها مساعدة الاطفال لعيش طفولتهم في هذه المرحلة وبث روح الامل والتفاؤل والبناء في اوسطهم تأهيل الاطفال المجندين المركز حاليا ينفذ في المرحلة الاولى تأهيل عدد الفين طفل تم تجنيدهم من قبل الانقلابين الحوتين ويتم تأهيلهم كي يعودوا الى حياتهم الطفولية والبرية الانتهاكات الحوتية المستمرة بنهب المساعدات الاغذية للشعب اليمني لم تقف حجر عثرة امام المركز في تقديم المعونات فسعى من خلال وسائل وطرق عدة لإيصال المواد الاغذية لمستحقها ليس فقط لمن هم في المناطق المحررة وانما شملت السكان الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيا ومن يعيشون وضعا انسانيا صعبا بمختلف المناطق بسبب ممارسات وانتهاكات الانقلابيين شكل مركز الملك سلمان للاغذة والاعمال الخيرية نافذة الامل التي قلبت التفاؤل والسعادة للشعب اليمني من خلال المعونات الاغذية التي يقدمها بشكل مستمر كما ساهم في التخفيف من معاناة حرب تسببت بها الميليشيا الانقلابية لأخبار الآن مازن الشعبي عدن في سوريا ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان القتال في غطط دمشق الشرقية تجدد بعد فترة من الهدوء النسبي في عقب تقارير عن اتفاق على وقف اطلاق النار وقع مساء الجمع الماضي وبحسب المرصد فان قتالا ضاريا اندلع في مواقع متفرقة من الغوطة وكان مصحوبا بانفجارات ضخمة وقصف مكثف وغارة جوية هذا وتواصل تركيا قصف منطقة عفرين في الشمال السوري الخاضع لسيطرة وحدات الحماية الكردية الامر الذي الحق اضرارا بمعبدي عين دار الاثري بحسب المرصد السوري وذكر المرصد ان القصف تسبب باضرار مادية في كل المنطقة التي تضم المعبد جنوب مدينة عفرين ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية تدخل العملية العسكرية التركية في عفرين الاسبوع الثاني بوتيرة قتال متصاعدة قبل تسعة ايام بدأت المعركة وما كان هاجسا بات حقيقة ماثلة ليس هذا هو التدخل العسكري الاول لتركيا داخل الحدود السورية لكنه هذه المرة لمس تحفظاتها المزمنة حيال الاكراد في الشمال السوري انقر المتوجسة على امنها القومي وفق ما صرحت على لسان مسؤوليها كانت وما زالت تعتبر وحدات حماية الشعب الكردي امتدادا لحزب العمال الكردستاني وهو تنظيم مصنف على لائحتها السوداء للمنظمات الارهابية معركة غصن الزيتون مستمرة وما زالت جيشان التركي والحرمعا يتقدمان ميدانيا باسناد جوي مكثف مكنهما من الدخول الى نحو عشرين قرية شمالية وغربية عفرين والمضي نحو عمق المدينة ما هو مؤكد ان التدخل التركي في عفرين لن يجني ثماره سريعا نتيجة لتصاعد وطيرة الاشتباكات وشرعية العملية على الصعيد الدولي تقارير اعلامية تؤكد ان اعنف المعارك سجلت مع بزوغ فجر الاحد في بلدة راجو غربي عفرين مواجهات ادت الى قتل جنديين تركيين وجرح اخرين ليزداد عدد قتل جنود الاتراك الى خمسة منذ بدء حملة انقر العسكرية في المقابل تقول قيادة اركان الجيش التركي انها قتلت نحو 450 مسلحا كرديا ضمن عملية غصن الزيتون الحملة العسكرية التركية في عفرين قد تمضي مثل ما يطمح القادة الاتراك لكن تعقيدات المشهد الميداني والسياسي تبقى النتائج مسألة غامضة قد تكتفي تركيا من خلالها بتطويق المنطقة وطرد وحدات الحماية الكردية خارجها ويبقى انتظار ما سيجري على الارض في الايام القادمة لتتضح ملامح هذه الحملة لنشرطنا بقية ولكن بعد هذا الفصل اهلا بكم من جديد تتصاعد حدة الخلاف بين انصار الظواهر وانصار الجولاني في سوريا وخاصة بعد رسالة زعيم تنظيم القاعدة الى مواليه الذين وصفهم باخوته في اشارة الى الفصيل الذي يولي سامي العريدي دون الاشارة الى هيئة تحرير الشام فقم الجولاني بحملة اعتقالات طالت حتى ابو جوليبيب ما ادى الى تصاعد وطيرة الخلاف ومحاولة الطرفين تصفية بعضهم البعض نحن في اخبار الان توجهنا الى مفت القاعدة السابق ابو حفص الموريتاني بسؤال عن مستقبل الخلاف بين الطرفين والى من ستكون الغلبة في نهاية المطاف نتابع هذه الجماعة التي ذكرتون مع بعض الافراد الاخرين الذين معظمهم من الاردن ومن اصول فلسطينية مع بعض العناصر التي كانت في جند الاقصى هؤلاء يمثلون الان نواة فرع القاعدة في سورة وهي تحرير الشام تشتكي من ان هؤلاء يعني يحرضون على طرق الثغور ويثيرون الفتن ويحركون الخلافات بين افرادها وعناصرها وانها حذرتهم من ذلك واستمروا في ذلك وتقول ان هؤلاء دافعهم لدعوة الى تأسيس فرع لتظيم القاعدة ليس هو الدافع الحقيقي وانما نتيجة لخلافاتهم مع الهيئة اعلنوا هذا مشاكسة لها ومناكفة لها فهي تقول ان هؤلاء يوم كانت الهيئة جبهة النصر وكانت فرعا معلنا ومنتميا فعلا ومتماهيا مع القاعدة كانوا هؤلاء ضده فهي تقول ان هؤلاء لهم فكر يختلف عن فكرها ولهم وجهة نظرها وانهم يصعون الان لاثارة الخلافات والبلبل وانها حذرتهم من ذلك فلم يستجيبوا ولذلك اعتقلت بعض عناصره طبعا اعتقال هؤلاء العناصر اثار مشاكل اعتقال هؤلاء العناصر اخرج تصريح الدكتور الذي اشرته ليه الدكتور ايمن والذي كان فيه نقط واضح لجولاني ولهيئة تحرير الشام والاستقلالها وانفصالها وفيه ثناء على هؤلاء وفيه دعوة لهم على الثبات على بيعتهم للقاعدة وتمسك بها وهناك حسب ما يصل من اخبار عبر وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ان هناك مساعد في الساحة لاصلاح ذات بينه ولكن يستبعد جدا بحكم المرجعية الفكرية لهؤلاء وبحكم نظرتهم للاشياء يستبعد فعلا انه يتراجعوا عماهم عليه والهيئة وجد نظرها ان هؤلاء لو تمكنوا انهم سوف يشكلون كيانا لهم وانهم سوف يقاتلون الهيئة كما قاتلها تنظيم الدولة من قبل انهم ينتمون لنفس المدرسة الفكرية وان كانوا لا يصدرحون بتكفير الهيئة علنا فهم يمارسون نوع من التكفير بالبطن الذي يرجعون فيه الى بعض مرجعياتهم التي هي على خلاف شديد مع الهيئة يعني الامر يخشى ان يصل الى احد صدام مسلح بين الطرفين ولكن الامر حتى الان لا زال مستتبى للهيئة لان هؤلاء ما زالوا قلة في عددهم ولا زالوا غير متمكن شن مسلحون قبل فجر اليوم هجوما على اكاديمية عسكرية في كابل وفق ما افدت به مصادر امنية افغانية في اعتداء اخير ضمن سلسلة من اعمال العنف المستمرة التي تضرب العاصمة الافغانية واشار المصدر لان بعض مهاجمي اكاديمية مارشل فهيم العسكرية قد قتلوا مضيفا انهم فشلوا في اقتحام الاكاديمية ودخولها هذا وازداد عدد ضحايا الانفجار الذي هزى وسط العاصمة الافغانية كابل السبت الماضي الى 103 قتلى و235 جريحا بحسب ما اعلن وزير الداخلية الافغانية واشار الوزير الى ان الوزارة فقدت عددا كبيرا من ضباط الشرطة خمسة منهم دفعة واحدة فضلا عن اصابة 31 اخرين بجروح منحت السلطات الايرانية لاحظ اطلاق سراحا مؤقت لمدة اربعة ايام لأسباب انسانية الى باقر نمازي وهو الاكبر سنا بين مجموعة من المواطنين الامريكيين الموجودين في سجون ايران وقال محامي نمازي ان موكله البالغ من العمر 81 عاما والموظف السابق في اليونسف لا يمكنه مغادرة ايران ويحضر عليه التحدث الى وسائل الاعلام نبقى في ايران اذ اعلن وزير الدفاع الايراني الجنرال امير حاتمي ان المرشد علي خامنائي امر الحرس التوري بتخفيف قبضته على الاقتصاد مثيرا احتمال خصخصة مؤسسات ضخمة تبع للحرس وبحسب حاتمي فان خامنائي وجه الجيش والحرس التوري بالنائي عن النشاطات الاقتصادية غير المرتبطة مباشرة بعملهما بالتزامن مع تراجع اداء الدولار الامريكي امام معظم العملات الرئيسة عبر وزير الخزانة الامريكية عن عدم استياء بلاده من الدولار الضعيف وذلك خلال تصريحات اثارت خوف دول اوروبية واسيوية من نشوب حرب عملات التفاصيل في تقرير زميلة ديمة نجم الدولار الضعيف جيدا للاقتصاد الامريكي تصريحات اقتصادية ادلا بها وزير الخزانة الامريكية في مؤتمر دافوس اثارت موجة قلق وحيرة استدعت ردودا اوروبية واسيوية محذرة من حرب عملات كما زادت مخاوف الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الامريكية وصعد اليورو اترها الى اعلى مستوى امام الدولار منذ عام 2014 وردا على تصريحات الوزير الامريكي حذر محافظ البنك المركزي الاوروبي من عدم احترام الولايات المتحدة الامريكية التزامها مع الدول الكبرى الاخرى تحت راية صندوق النقد الدولي بعدم استخدام سعر الصرف سلاحا تجاريا كما حذر الاقتصادي الامريكي لورانس سومرز وهو وزير خزانة سابق من تصريحات وممارسات تدفع الدولار الى مستوى ادنى في وقت تعاني فيه العملة الخضراء من ضعف في الاسواق اصلا مشيرا الى ان ذلك سيحدث انهيارات خبراء اسيويون حذروا من جانبهم من الامعان في التعبير الرسمي الامريكي عن الفوائد المزعومة للدولار الضعيف لان الولايات المتحدة في حاجة الى المستثمرين الاجانب لا سيما المكتتبون في سندات الدين العام لان كثافة ذلك الاكتتاب تخفض كلفة التمويل في سياق موازن حذر رئيس بنك جي بي مورغان من حرب عملات قد تدمر الاقتصاد العالمي مشيرا الى ضرورة منعها باي ثمن كما شدد خبراء على ان حرب العملات قضية خطيرة للغاية فهي ستدفع حتما لعبين اخرين لخوضها من اكبر الدول الاسيوية المصدرة لا سيما الصين كما ان الدولار الضعيف ينعكس سلبا على التجارة العالمية خصوصا لجهة ارتفاع اسعار السلع والمواد الاولية التي يسعر معظمها بالدولار حتى ان البعض يرى ان جزء من ارتفاع سعر برميل النفط ما رده الى انخفاض العملة الامريكية علما بان هناك عوامل اخرى اولها اتفاق اوبك ودول من خارجها على خفض الانتاج ويرى الخبراء ان حرب العملات تجعل التنبؤ بالاسعار للمدى المتوسط امرا بالغة صعوبة وهذا يضر بالخطط والتوقعات التي تضعها الدول لاقتصاداتها حذرت شركتان كبيرتان لتصنيع ماكينات الصرف الالي من ان قراصنا الكترونيين يستهدفون السطوة على ماكينات الصرف الالي في الولايات المتحدة بوسطة جهاز يستطيع اخراج ما بداخلها من اوراق نقدية وتصاعد هذا النوع من الهجمات على مستوى العالم في السنوات الاخيرة لكن لم يتضح حجم النقود المسروقة فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل دراسة تؤكد ان احتساء ثلاثة فناجين قهوة يوميا يحمي شبكية العين اهلا بكم من جديد والان الى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الاوسط التي عنونت ابتكار وجهزة الالكترونية قابلة للتبخر في امريكا تطيح تقنية جديدة امكانية تحويل الاجهزة الالكترونية الى بخار عن بعد ما يعطي هذه الاجهزة القدرة على الاختفاء بما تحمله من بيانات قيمة اذا ما وقعت بحوزة الشخص الخطأ حسب ما توصل له فريق من الباحثين في الولايات المتحدة صحيفة النهر اللبنانية عنونت توقف تطبيقي فيسبوك وانستغرام عن العمل يبدو ان موقع فيسبوك لتواصل الاجتماعي وتطبيق انستغرام قد توقفا عن العمل في معظم بلدان العالم اذ اشتاكل مستخدمون من عدم قدرتهم على الوروج للتطبيقين بالرغم من المحاولات المتكررة صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانات امازون تعلن عن تغيير صوت مساعدها الشخصي اليكسا نشرت شركة امازون اعلانا جديدا لجهاز ايكو المنزلية الخاص بها وهو الاول الذي يظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة بمناسبة بطولة سوبر بول لكرة القدم الامريكية المقررا تقام يوم الرابع من فبراير المقبل ويركز على المساعد الشخصي اليكسا الموجود داخل الجهاز ومع صحيفة الوئام السعودية التي عنوانات سوني تطلق هواتف ذكية جديدة من الفئة المتوسطة اعلنت شركة سوني عن اطلاق هواتفها الذكية الجديدة من الفئة المتوسطة والتي تعتمد على نظام تشغيل جوجل اندرويد ايت وتروج شركة سوني لهاتفها الذكية الجديد من خلال كاميرا رئيسية على الجانب الخلفي للجهاز بدقة 23 ميجا بيكسل حذرت دراسة طبية حديثة من ان البلاستيك المستخدم في بعض العاب الاطفال قد يشكل خطورة على صحتهم تفاصيل اوفا مع عبير عبدالله المختصة في الملف الصحي في غرفة اخبار الان حذرت دراسة طبية حديثة اجراها باحثون في جامعة بريطانية من ان البلاستيك المستخدم في بعض العاب الاطفال المستعملة ذات الالوان البراقة تشكل خطورة كبيرة على صحة الاطفال وكشفت ايضا ان تلك الالعاب تحتوي على مواد سامة ومصرطنة وفحص العلماء 200 لعبة بلاستيكية مستعملة موجودة في دور حضانة ومنازل ومحالة لبيع الاشياء القديمة المستعملة في منطقة بانجلترا بحثا عن 9 عناصر خطرة موجودة بالبلاستيك تؤثر بشكل كبير على الصحة وكان هناك 20 لعبة تحتوي على المواد التسعة كاملة وكان تركيز بعضها كبيرا بصورة كافية ليجعلها مخالفة لمعايير السلامة الأوروبية واستخدم الفريق تكنولوجيا تسمى الأشعة السينية مرتفعة الطاقة لتحليل عدد من الألعاب من سيارات وقطارات حتى المكعبات والأرقام البلاستيكية وكان جميع الألعاب صغيرة الحجم للدرجة التي يمكن للأطفال مضغها ووجد الباحثون تركيزا عاليا من العناصر الخطرة منها الكروم والرصاص ويمكن لهذه المواد أن تسبب التسمم المزمن في حال تعرض الأطفال لها لفترة طويلة من الزمن حتى لو كانت تركيزها منخفضا وتعد الألعاب البلاستيكية الحمراء والصفراء والسوداء الأشد ضررا وتتمثل الخطورة أيضا في أكواب الشرب المستعملة والطلاء المستخدم في تجهيزات الملاعب كما حذرت الدراسة الوالدين إلى ضرورة تقدير هذه المخاطر وخاصة عند إعطاء أطفالهم ألعابا قديمة جدا يمكن أن تكون أيضا قد تدهرت ميكانيكيا مع مرور الوقت توصل باحثون من جامعة كوينبرا في البرتغال إلى أن الكافيين يساعد على تخفيف التهاب شبكية العين في حالة الإسكيمية أو نقص التروية بالتالي فإن تناول قد حين أو ثلاثة من القهوة يوميا هو سلوك صحي لحماية خلايا شبكية العين وأوضحت المسؤول عن الدراسة أن الكافيين يزيد الأضرار النتجة عن الإسكيمية لكنه يحفز في الوقت ذاته الخلايا الدبقية في الشبكية أدانا الثلاث شركات لصناعة السيارات الألمانية تجربة علمية مولتها تتعرض خلالها قروض لعوادم ديزل سامة في أحدث حلقات فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات ديزل التي هزت أوساط صناعة السيارات واستعانت الشركات الثلاث بمجموعة البحوط الأوروبية المعنية بالبيئة لإجراء دراسة صممت للدفاع عن استخدام الديزل إلى أنها قالت أنها تنأى بنفسها من استخدام الحيوانات مكان غير مألوف قام عروساني باختياره من أجل عقد قيرانهما فبينما كان بركان مايون في الفلبين يقدف ملايين الأطنان من الرماد والصخور المختلطة بالأمطار أقام عروساني فلبينيان حفلة زفافهما بالقرب من البركان الأكثر نشاطاً في البلاد وانتشرت الصور الخاصة بالعروسين على الإنترنت بشكل واسع وأقام العديد من الرواد بتقديم التهاني لهما في حين انتقد البعض اختيار ذلك المكان زار أطول رجل في العالم التركي سلطان كوسين وأقصر امرأة في العالم الهندية جيوتي أمجي منطقة إهرامات الجيزة المصرية بإطار حملة تهدف إلى إنعاش السياحة في مصر وعبر كوسين الذي يزور مصر للمرة الأولى عن فرحته بالأوقات الممتعة التي قضاها بجانب واحدة من أقدم حضرات التاريخ قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوي انشقاقة جديدة في صفوف الحوثيين والجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية مع تراجع أداء الدولار الأمريكي مخاوف أوروبية وأسيوية من نشوب حرب عملات وشيكة خطر كام في بيوتنا دراسة تحدر من خطر الألعاب البلاستيكية على الأطفال وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائماً مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكترونية كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار شكراً للمتابعة اشتركوا في القناة